السلام عليكم أنا علي بن نور من البقالتة متزوجة وعندي خمسة صغار وقريت في معهد فاطم وبرجيبة شرفوني مناظلي حزب أفاق تونس أني نترأس القايمة في ولاية المونستير وشرفي سيكون أكبر لو انتخبتموني ونكون أنا صوتكم إن شاء الله في مجلس النواب يقول القايل علاش هالانتخابات وهالفوفة طبعا على خاطر البلاد تمر بمشاكل وصعوبات كبيرة لكن أنا هي الدولة اللي ما عنداش مشاكل وصعوبات أردو بالكم يخوفوكم من مشاكل التشغيل والتنمية والبيئة والأمن على خاطر الكل عندهم حلول نحن في أفاق تونس نؤمن اللي بلادنا تونس بنساها ورجالها وشبابها وكفاءاتها قادرة باشتقلها الحل كما لقاتوا في عهد الاستعمار وبعد الاستقلال ونحن دائما نسعى على دعم وتقوية نمط المجتمع التونسي المعتدل والمتسامح واليلوش ديمة على مستقبل أفضل لأشجاله ولولاده يا متسكني ولاية المنستير يا أهالينا البحارة أسفنا كيفكم برشة على حالة الشواطر امتعنا من المستير لخنيس لكسيبة المديوني الصيادة ولمت أبو حجر والمكنين وعدك بهل بقالته وتبلبة مش تخلت وهذاك علاش ألزمتنا الوضعية هذية احنا في أفاق تونس باش نحضروا مشروع إصلاح الوضع البيئي لمقاومة التلوث الناتش عن الفضلات المنزلية وخاصة الفضلات الصناعية يا عاملاتنا وعمالنا في الخياطة والنسيش والسياحة في بمبلو وقصر هليل والمستير تألمنا برشة كما تألمتونتم على الغلق الفجعي للمؤسسات وإسئلوا الأربعلاف العائلة التي تردوا قصرية طويق طوا برك نتيجة ضعف القوانين وعدم حماية الطبقة الشغيلة احنا عنا حلول وعنا إعادة سياغة قوانين تحمي كل أطراف العلاقة الشغيلة في ولاية المنستير الفلاحة عندها أهمية كبرى وذلك وانحيي بهذه المناسبة فلاحي غنادة والمكنين وبين حسين وزرمدين والوردانين وطبلبة والبقالتة وانحييهم لأنهم ظلموا من المنظومة الفلاحية ولأنهم هما اللي قاعدين يقصيوا ويكلتوا باش السماسرة والسماسرة ينتعشوا ويتفرهتوا وغير من السا طبعا توزيع المياه والقروض وهل يعقل وهل يعقل أصدقائنا وابنائنا في ولاية المنستير الآن فمتلام ذا مزل تعمل كيلومترات باش تمشي للمدرسة بالطبع اشتركوا في القناة